عجبت ردودة شذا باللقاء اللي سوته سراحة جدا أحبها شذا أنا من البدايات لما كانت بستار أكاديمي كنت من الحاضرين بكل إفينت أحرص أن أغطي كل ميكينغ أوف كلباتهم كل شي جديد عنها يعني من بداياتها عندي صور قديمة فاتتني أنه ما نزلنا صور عني وياه قديمين أنا جاي بجغل صور بعدين راح نشوفها في مثلا توقيع ألبومات إلها أكون حاضرة بس التعليق اللي استفزني من أحد المذيعين واللي هو يعرف من هي مقدمة برامج داليا طاها وهو مشتغل في فرع بغداد مكتب بغداد لما قال لها الشذا قال لها أنت عازمة بلوغرات فقالت لا لأ هي ركزت أنه اللغة صار على فلانا وفلانا قالت لحبيبي هذه إعلامية وهذه فنانة فهذا اللغة اللي صار هو منتقاصا بالبلوغر بس إحنا صار مفهوم البلوغر عندنا يعني راح بغير وجهة يعني عندنا بلوغرات طيوبات وحلوات ولبسهم وستايلهم وصديقات إلي أهميا أتعلم من عندهم شي نزلون شنو البريندات شنو الدعايات نتوادل وياهم هذا البريند اللي نزلتي هذا الدعاية نزلتي فهي مونتقاصا بالبلوغر بس إحنا صار البلوغر عليه ضغط داليا شغلينك ملابس لو نقول لازم شغلت ما عندك ملابس يعني يومي راح تطلع من البيت خلعت شها يجي بصورة عامة تعرف إنه هذا غير ما لطلطعش سنة أنا اللي عفتها وتركتها وصورت أوزع بي من أحذية من جناط من أكسسوار مون كلها صراحة يعني أوزعها في عندي البرامج أعتز بيها ضعمتها يعني ذكرى وبعدها تلبسني لأنه أنا صراحة يعني ما أزيد غير كيلو أو كيلو موين أي نعم عندي فساتين يعني حتى بعدها لأنه برندات حتى لو ألبسها ما تروح لموضة مالتها وبنفس الوقت أنه شيء أعتز بي شنو أعز قطعة عندك أو تحسيها فتشي هذا محتفظة بي طبعا عندي أعز قطعة اللي هي لبستها بحفل زفاف ابن القيصر كاظم الساهر هو فستان من المصمم اللبناني نيكولا جبران الأزرق صراحة هذا كلش أحب ومحتفظة بي وفي عندي مثلا من يلا بينا يلا برنامجي بالألفين وسبعة دولاب يمكن فيه كثير يحضرون يعرفون في ببيور هواية عندي محتفظة فيهم صراحة وفستان زفافي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر